شن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على مواقع عسكرية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة وذلك ردا على صاروخين أطلقا من القطاع وسقطا في البحر قبالة ساحلة الأبيبة وأكدت جيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا في القطاع وقال مصدر أمني فلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ عدوانا جديدا بعد منتصف الليل على قطاع غزة حيث أطلق عشرة صواريخ على موقع القادسية التابعة لكتاب القسام الجناح العسكري لحماس غربي خان يونس وأقعت أضرارا مادية جسيمة من دون إصابات بشرية وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت موقعين ميدانيين للرصد شمال غربي بلدة بيت لهيا في شمال القطاع ما أحدث أضرارا أيضا من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات اشتركوا في القناة